مرحبا لكم إذا لمستها بيدك تنكمش أوراقها إذا أحست بالحرارة أيضا تنكمش وتطوي أوراقها أصدقائي شاهدنا من قبل أصناف غريبة من النباتات كخناق الذباب الذي يتغدى على الحشرات وشاهدنا نبات الإبريق المفترس وغيرها من النباتات التي تجعلك تتعجب وتستحضر عظمة الخالق الخجولة أيضا وأقصد هذه النبتة والتي تسمى بعدة أسماء كالنبتة المستحية ولا تلمسني أما اسمها العلمي فهو الميموزة بيديكا إذا نظرت إليها أول نظرة فستبذلك نبتة عادية لكن بمجرد لمسها ستتفاجأ بهذه الحركة ستبدأ أوراقها في الإنكماش والانتواء وستبقى على هذا الحال فترة قصيرة وتعود لحالتها الطبيعية بعد ذلك وتفسير هذه الظاهرة واضح كيف ذلك؟ الإنسان وبدافع حب البقاء عندما يحس بالخطر يدافع نفسه نفس الشيء للحيوان وكل الكائنات الحية الميموزة أيضا كائن حي وهي أيضا تحاول الحفاظ على نفسها وتخاف من البكتيريا والحشرات والفطريات وغيرها من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤديها فنجد نباتات مثلا تستعمل التمويه أو الأشواك أو تطلق الصم عند الخطر وغيرها من آليات الدفاع وهذا ما تفعله نبتة لا تلمسني بكل بساطة وتفعل هذه الحركة كذلك ليلا في الظلام إذا وجدتها في المشتل أنصحك بشرائها وتزيين بيتك وحضيقتك بها لأن شكلها جميل وهي مزهرة أظهرها قروية ذات لون زهري مائل للبنفسجي وهي تتطلب ضل جزئي فقط أو ضوء ساطع غير مباشر سؤال الحلقة هل صادفت يوما ما نبتة الميموزة أم لا اكتب رأيك في تعليق وإلى الملتقى